السلام عليكم معكم النهاردة دكتورة مروعات الحزبي أستاذ مساعدة في قسم الباراسيتولوجي هناخد محاضرة في العلم الانتومولوجي اسمها الفلايز او انواعها معينة من الزباب هنعرف اي مشكلات اللي هي ممكن تجيبها لنا مشاكل طبية هتحتاج الهلاك بداية كايفديميولوجي انتشر الزباب بيختلف من مكان لاخر فهنلاقي انواع تنتشر زيادة في اماكن معينة وفي انواع تانية منتشرة يعني حاجة زي الماسكا دومستيكا او الزبابة المنزلية وحاجة زي استوموكزس اللي هي استابل فلاي او زبابة الاستابلات والبتاقة موجودة منتشرة حوالين الاحصانة دي بتبقى كوزمو بولتان ولوفرزاو في كل البلاد حاجة زي سيميوليام او البلاك فلاي اللي خدناها قبل كده بتنقل بعض الفرازايتز دي اكتر في الوود لاند سترينز كريسوبس اللي بتنقل لوا لوا بتبقى موجودة اكتر في الامريكاز واختها اللي اسمعتها بانس وفاينلي من اشهر انواع برضو غلوسينا او تي تي فلاي دي بتبقى اكتر من انتشر بتاحها لأكواتوريا لأفريكا لانها بتنقل التريبانيزومز او مرض السليبين سيكنس كلايف سايكل كل الانواع بتقع تحت كاتيجوري الكمبيت ميتامورفوزيس اللي خدناها في الانتروتكشن بمعنى انها الاول بتطلع لينج ايكس هاتشينج تطلع لاربا وبعد كده تدخل في مرحلة كومون لأكل ولا شرب في مرحلة اسمع بيوبا او شرنقة وفاينلي الشرنقة دي بتطقطع ويطلع منها فلايينج ادلت متكامل بالارغانز بتاعتوه بجسم ادلت طيب ايه الاكسيبشن الوحيد لقصة دي الجلوساينة لو تيتي فلاي هي اوكي كومبليت ميتامورفوزيس بس الفيميلز او بي بي بيرس يعني جيفينج بيرس لاربا طيركلي ما هياش بتطلع ايجز تو هاتش الاول بس ستيل هي كومبليت ميتامورفوزيس طيب ليه مع ان فيه ستيج نقصة لان فيه كومبليت فارييشن ما بين ستيجز هو ده معنى الكومبليت ميتامورفوز ان كل ستيج مختلفة تماما عن الاخرى في الكاركتر بتاعه طيب البيونوميكس او العوامل اللي بغرافية والبيئية اللي بتساعد على انتشار او عدم وجود انواع الزباب ده اشهر واحدة عندناها مصكة دوميستيكة او الزبابة المنزلية بيعتمد البيونوميكس بتاعها على الفيدنغ هابت بتاعها والبريدنغ فليسيز وبعض الاسبيشيال اوهر كاركترز كفيدنغ هي بتحب الفرش بكفود بس فيه فريشن زي فأكلها من اول الفرش فكونت لحد الفيسيس او الديكمبوز ماتر ودايما بتفضل ان هو يبقى في الليكويد ستيج او او الاكل يبقى سهل شوية عشان كده بتحب اكتر الديكايد ماتر عشان تبدأ تعملها اصبايريشن بسبونج ماوس بورت هي بيبقى بقى زي السفينجة في كافيلرز زي الخاصية الشعرية جاست بتعمل باتينج على الاكل المتحلل ده فيبدأ يتمصمص في السبونج اللي بقى طيب بنسبة لبريدنغ بليسيز هي بتفضل الباتشز هور في اه اه انامال مينيور في مخلفات اه انامال وكاربيج او بالذات اللي هو السماد العضوي بياخدوا مخلفات الانيماز ويعملوا بيها السماد بعض الاسبيشيال كاراكتر بتاع الماسكا دوميستيكا هي انها بتفضل كاريينج بعض المايكرو ارغانيزمز على الاكسترنل سرفيس بتاحها بيبقى اتراكتيف او بالنسبة لجسمها بعض الجسترو انتريتس كوزينج باستوجينز من فيروس من بكتيريا السلمونيلا البوليو مايلايتس تاخد برضو بعض الاكز بتاعت البارازاتيك وورمو والسيست زي جارديا والتنجيبها سلوتكا بيلزقوا على جسمها وخصوصا انهم بيقونازلين في الفيسيز اللي هو الاكل بتاعها يبتحب تاخد الديكايد ماتر والفيسيز وتتنقل بكل بساطة تروح تقف على اكل فريش كعادة الاكل التانية بتاعتها تبدأ تنزل الانفكتيف ستيجز دي اللي حد عندنا على الاكل المكشور التانية حاجة هي التعتبر بتصير لمسافات طويلة وبدون كلل ولا ملل اكيد كللها عارفينها الدبان والملل بتاعه فتدخل من اندور ل او الدور فده بيزاع بيساعد اكتر على انتشار الفاسوشيز اللي هي بتشبه فيه برضو كلوساينة بنهتمل بقاينومكس بتاعتها انها عندها بريدينج بليسيز وفيدينج هابت بريدينج بليس بالنسبة لكلوساينة بالبالس بتبقى اكتر في الشيرد ووتر سويل في الشيرد ووتر سويل في الغابات اللي بيقى فيها زلال وعشاب طويلة انما بالنسبة للمورسيتانز بتبقى اكتر في الوپن لاندو سويل وتبقى صعب قوي انها تبقى كوليكتد وكنترولد لان الغابات دي بتبقى اكتر بتبقى فيها وائلد انيمالز وتبقى كسيفة جدا فصعب انهم يشوفوا قوة بشرية تدخل تعمل ابادة لكلوساينة مورسيتانز في الاماكن دي بالنسبة لفيدينج هي دي نقطة مهمة انه بولس الميل اند في ميل بيعتوروا بلد ساكرز في البلوساين الميديكال امبورتنز والله الفلايز او الزباب ده ياما بين اللي باسوجين باسوجينك ايجينت الحد عندي او هو شخصيا يبدأ يعمل انفاجين للهيومان تيشوز ويعمل ديزيز اسمه مايزيز هناخده بتفصيل دلوقتي طيب بالنسبة لانية ترانسميتينج باسوجينز هناخد اكزامبل لكل فلاي وبتنقل دي حاجة زي الماسكا دومستيكا اللي هي الزبابة المنزلية دي هي ملهاج دور بيولوجي مهم في حياة الباسوجين اللي هي نقلها هي مجرد شايلة زي سيارة او فكل على سطح جسمها الخارجي فانه ده بترانسميشن بس هميه ميكانيكال اكسترنل ترانسميشن الاكزامبل سالمونيلا التراكومر اللي تعمل اي انفكشن مش بس جي اي تي انفكشن بعض الفيروسز انتريك فيروس زي البوليوميلايتس بعض البرازايت زي الاسكارس وتراكورس الانتميبة والكريبتو والتوكسو بلازما والجارديا الامبليا سيست طيب ده بالنسبة لماسكا دومستيكا عندي فيها تعتبر الماوز بتاعها مش زي الماسكا دومستيكا لا ده فيه بيبدأ يختارق الجلد ويمصدم بس ستيل جسمها غير مؤهل لمعيشة باسوجين والتكاثر بتاعه جواها فهي هنا تعامل معاملة الانفكتد نيدل هي اخذت ساكينج بلاد انفكتد من شخص معين وبالزبط راح تلفه ورايحها الواحد جنبه عملت انجيكشن لجزء الدم ده ببقها الملاوز فالباسوجين اتنقل من دم الشخص ده لدم التاني في ساعتها انما هي لو خدت اللفه بتاعتها طلعت في السماء ولفت شوية وبعدت ورجعت فين وفين مثلا بعد ساعتين تعمل تاخد بلاد ميل من شخص اخر هيبقى الباسوجين ده خلاص ديس انتجريتد ومات لانه ما يقدرش يعيش في جسمها يبقى ده نوع من الترانسيميشن اسمه ميكانيكال بس انترنال ترانسيميشن انترنال لانه عن طريق ساكينج البلد واخراج البلد ده وميكانيكال لانها جاستشالت وحطت لحصل تكاثر جواها ولا اي نوع من اللايف سايكل للباسوجين اللي ده خلها الاجزامبل اللي حاجات اللي هيبتنقلها زي اللي هي مراجك أربو فيروس وطريبانوسومز وبعد الريكيتسيا اي حاجة في الدم هيتنقل في لحظتها شغلتها كأنها بالضبط سيميوليوم احنا اخدناها قبل كده بتعمل بيولوجيكال سايكل دوبليمينتل ترانسيميشن للانكو سيركا غورفيلوس اللي هي بلاك فلاي كريسوبس ديت بتعمل هي شخصيا اقلي بانفول بانكشور هوند وبيقعد ايام الجرح بتاعها بيبقى صعب جدا بشكله بيعمل سكار اقلي وتاني حاجة لها بيولوجيكال سايكل دوبليمينتل ترانسيميشن لللو واللو ممكن تلقل نوع من انواع البكتيريا اسمها فرانسيسيلا توليرنسيز وده هي اعتبر بيولوجيكال بروباكيتف ليه بروباكيتف بس من غير دوبليمينتل لانها جاست كوبيو بيست لستيجس ما بتتتغيرش بكتيريا والفيروس تتكاثر زي الميتوزوس عدد بيزيد انما ما فيش تحور في الشكل بيبقى جاست بروباكيشن نوع من الانتشار وزيادة العدد بدون تغيير في الشكل الفلاي اللي بعد كده الحاجة اسمها الكلوساينا دي بتعمل بيولوجيكال سايكلو بروباكيتف ترانسيميشن للأفريكان تيبانوسومز ودي تعتبر راب اوب كده لبعض الباسوجين اللي بتتنقل على طريق الفلايس طيب لو تنقلنا من الترانسيميشن للباسوجين لانفيجان وكوزينج دوزيز باي اتسلف الفلاي نفسها هتسبب لي ضرر بتركبتها بالستيجس بتاعتها يعني اما يزيس الاول دي برعب برازيتيك انفستيشن للبادي باي فلاي لارفا باللارفا بتاعتها مش الزبابة الادلت اللارفا اللي طلعت من الهاتشنج ايكس اللارفا دي بيسموها ماجوت باللاتيني دي بتبدأ تعمل بروبينج انسايد الهوست لحد ما تكبر شوية وفيدنج على التيشوز بتاعته رغم ان موظم الفلايس كومنلي اتراكتد للأوبين موند واليورين والفيسيز والحدة اللي فيها ديكايد ماتر البعض بيبقى بردو كان create infestation even for unbroken skin يعني مش كل الفلايس هتبقى بتهجم الانسان ده لان عنده جرح او فيه ديستشارج او فيه فيسيز او يورين في الأورفزز بتاعي اللور بادي لا هي في بعض الفلايس قادرة على انتم penetration بنفسها للسكن وتدخل هي الفلايس والنوع ده هيعمل حاجة اسمها specific مايازس ونشوفه دلواتي طب ايه المودة في اكسس للبادي ياما active skin penetration او deposition على الووند اي او 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 puncture فده بيبقى نوع من الاكسدينتل مايازس تالت نوع انها تتقرب من البادي apertures اللي عليها secretions زي nose ears mouth eyes vagina erythra and anus ودي بتبقى اكتر مع عن هوملس او ناس بارالايز او اطفال عندهم بات هايجين فالسيكريشن والحاجات دي بتبقى contaminating their causes فيبوا attractive للفلايس ده او accidental ingestion classification فيه biological وفيه clinical يعني ايه biological على حسب attraction او قدرة الفلاي هل تعمل specific ولا semi specific ولا accidental ماياز the specific مايازس ده ان اللارفة تبقى قادرة هناها invade living tissues to complete their development هي ربنا خليقة كده تخترق تيشو علشان تكمل life cycle بتاعها حاجة زي كده درماتوبيا دي بتعمل attachment للإجز بتاعتها على الارض من لبعض البلاد sucking insect فوانس الحشرة التانية دي بتعمل بلاد sucking الإجز بتاعت الدرماتوبيا تبدأ تنزل وتدخل invading tissues دي إجزامبر تاني حاجة اسمها cordylopia دي بتحب تحط الإجز بتاعتها على dumb closest الهدوم المنادية والبيد لينن الاغسيل المنشور وبرده الفرش الملوث باليورين والفيسس فالإجز ديت وانس انها بتحطط على المنطقة دي الشيتس ديت استخدمت الهدوم دي تلبست يبدأ اللارفة hatching وتخترق الجلد وتعمل ميز برضو جاستروفلس دي بتبدأ تعمل بزوت للإجز على الهير والسكن واللبس وتبدأ hatching اللارفة او ممكن برضو وتبقى actively penetrating the skin هايبو ديرما دي deposit the eggs على السكن بتوهاتش اللارفة واactively penetrating the skin اللي deposited on the nostrils والأيز هي هايبو ديرما برضو تبقى attracted to the nostrils والأيز عندي كوكليومية دي بتبدأ burrowing للسكن وممكن تخترق حتى البون اللي تحته دي بتبقى مشهورة قوي انها بتعمل مايزز في ال nasal sinuses وال middle ear وال brain المنطقة بتاعت ال skull والأورغانز اللي فيها طيب يعني ايه بقى السمي specific مايزز ده معناه ان اللارفة ديت او الفلايز ديت بتبقى attracted mainly decaying tissues يعني هي obligatory نيكروبيوتا هي اكتر بتحب النيكروتك تيشو بس still ممكن تاخد وتبقى فاكالتيتف وتعيشها على بعض living tissues يعني فاكالتيتف ساركو بايض طيب مين الامثلة بتاعيتها حي اسمها califora ولوسيليا دي بتبقى flies ملونة بيسموها حتى color the bottle flies اللوسيليا دي بتبقى الالوان attractive الاخضر والأزرق والنوع التاني لوها ساركوفيجا والوروروشيا دي بتبقى deposit the eggs على الميت والفروتس ولما تبقى ingested تبدأ تبقى source of infection ومعظم الساركوفيجا والوروروشيا بيبقى انهم greyish white blackish كده بتبقى زي chest like أو تبقى dotted أبيض دي ساركوفيجا chest like والوروروشيا من عدد اخر نوع هو accidental myesis ده معنى ان flies مش محتاجة نيكروتك تيشو ومش attracted لما تعمل penetration للسكن هي كانت deposited accidentally على oral urinary openings fly adult attracted secretions فالإجزب الصوت فتحفت في المنطقة دي زي الماسكا والفانية فوجود الارفا بتاعت الانواع دي في الستول ده بيبقى just contamination after passage في الفتحات القرفس بتاعت الاينس وبتاعت اليريسرا اشهر حاجة فيها حاجة اسمارات تي الارفا بتاع اليريستيلس بيبقى المنظر ده موجود ويعمل miss diagnosis في الستول examination هو في الاخر عبارة عن just contaminating eggs بتاعت الفلاي بالمنظر ده في اوضر classification اننا ابدأ اشخص المايازيس according to organs attacked ياما تبقى cutaneous أو ocular أو oral يعني فتحة الأزن أو نيزوفارينجا أو gastrointestinal أو oral للماؤس opening finally الكوتينيس ممكن بعد الفلاي يستعمل أو traumatic lesion زي كاليفورا والساركوفيجا والمسكة ده بيبقى ان الفلايز ديت اتراكتد ال open wound والbust source اللي موجودة جرح في جسم الانسان البعض بيعمل nodular lesion ده بيبقى actively penetrating sub dermal tissue زي الكورديلوبيا والدرماتوبيا والنوع الثالث بيعمل تبدأ اللربة كمان تتحرك تحت الجلد وتعمل tunnel زي الhybo derma والجاستروفلس برده بتعمل نفس قصتي النوع الأوكيلر ده بيبقى اتراكتد اكتر للtear secretions وconjunctival sex دي اكبر ايزامل اللي هي الhybo derma والإرستاريس زي ما مكتوب في الكتاب في أورال بيبقى اتراكتد للفتحة الأوزن واي secretions طالعة تستشارج من القطايتس اكسترنا فتبدأ الفلاي ديت تخترق المنطقة دي وتحط الاكز بتاعتها وممكن توصل up to middle ear زي الورفارشة والسكرو فلاي دي بتبقى قادرة انها تعمل وتحفر زي المصمار البريمة انها تدخل وتحفر في الدرم وتدخل ال middle ear نيزوفارينجال ديت بتبقى الفلايز اتراكتد للنوز دستشارج وتبدأ لينج ايجز على النوسترينز وتبدأ مع السنيفينج تدخل ال ايجز واللارفات ديت وتعمل انفكشن للفارينجز والنزل ساينسز منها للفارشة والسركوفيجة ده بيبقى accidental انجشن للارفة او ال ايجز في الاكل اللي كنتمينيتد ويبقى اكتر ايزامل اليها سركوفيجة او الفانيا والمسك أورال بيبقى الاتركشن هنا للدكايد ماتر والدكايد تيس في الاسنان بيبقى حتى عنده التساوس والدستشارج في الموز بتاعه بيبقى اكتر كمان في الناس اللي هما الالكوهوليك والادكت اللي بيبقى نايم مفاتح بقه ومش دريان بحاله فتبدأ تبقى الفلايز دي اتراكتد للموز بالسكريشنز والفول السميل اللي فيه وتحط الايجز بتاعتها في المنطقة اللي فيها دينتال كامرز يورو جينتال بيبقى اكتر في الاطفال مش مضغطيين وفيه تسشارجينج ويرينيشن او بيبقى اللي هما البرابليجيك او برضو الناس اللي في السجون اللي في دار العجزة بيبقى اتراكشن لمكان بقى البامبرز ومكان تبدأ الايجز على الاورفيسز بتاعت اليوريسرا والانوس والايجز هاتشنج وتبدأ اللاربة تقترق الحتة نوزو كوميال مايازيز ده بيتاشر اكتر في الهزبوتاليز بيبقى اكتر في عنبر الحروق والجروح لان بعض الحروق بتبقى ممنوع انها تتغطى فلازم في العنابر دي لازم بيقى فيه شبك سلك وفي ستيريلايزيزيشن جامل جدا في الاماكن دي بس طبعا في الدول والاماكن الديفيلوبينج والبور هايجين فلاز تدخل تبدأ تبقى اتراكت للووند والباس اللي طالع منه تبقى هاتشنج للأيجز اللاربة تطلع ويبدأ تنتشر الانفكشن في العنبر كله المشهورة بتاعتنا هنا هي اللوسيليا اللي بتعمل نيزوفرينجل مايازيز والميجاسيليا برده بتعمل موند مايازيز طيب اشخص ازاي المايازيز في عندي وعندي سامبلز هبدأ افحص الاول من الكلينيكال فيكتشن انه انتستاينر بيبقى نانس specific manifestation تبقى كوتينيس بين في النوديول واحيلا يبقى كريبي من النوديول نيزوفرينجل احساس بالوبستركشن في نيزوفرينجل احساس بالوبستركشن في نيزوفرينجل وبعض الفاشيال اديما والفيفر الاورال او الجزء بتاع الانف والاوزن البيشن دي بقى دايما انه فيك وصوت زن وبازينج في ودانه بيبقى هيتجنن من صوت الوش اللي بيقى في الودان عنده وبيبقى ممكن السبب دخلت في الاكسترنال الير على ويلي عمي كل الارتشن وفي سالة ميازيس بيبقى سيفير ارتشن و اديما و اريسيمة في الاي و سيفير بي ده منظر ميازيس في جرح في الدقن هي اصلا كان بيبقى بازل سكويمة سير كارسينوما في السكن طبيقى طبعا الورم ده بيبقى وفي ديكايد ماتر كتير وواضح الشخص عنده وما فيش سيف هايجين خالص فتبدأ يحصل انفكشن للجروح بالمنظر ده ده بعض الانواع هي هنا اي ميازيس في الساك في الساك لحد ما اللارة هي استخرجت ودي اللارة هي تطلعه من هنا فتحة البينيس مليان الاربة برضو هنا ديكايد تيس بتاع السنة مليان لاربات كل الكنيات دي مستخرجة من الماوس طيب التشخيصي تاني الفاينال اللي في المعمل ان انا هبدأ اعمل الاربات وابدأ اكزامين بالذات ان انا عايز اشوف البوستيريور سبايركل للفلايدي ممكن اخدها ولو والله اللاربة دي انا ممكن ابدأ عملا بريدنج في المعمل عندي واشوف على بلاد اجار واشوف اللارفا دي هتكبر لأي نوع من الادلت فلايدي بسببتها بعض حاجة عن الريسورش اكتر من مدقشخيص حاجة زي الماسكا دومستيكا الاقي البوستير سبايركل بتاعها بيبقى دي شيب وبيبقى له بالمنظر ده والسلتس او الفتحات بتبقى سايناصويدة يعني ايه زي حرف الاس وحتة زيادة 2 اس مسكين في بعض ده مكرر تلات مرات في كل سبايركل بالنسبة للديرماتوبيا بيبقى البوستيريور سبايركل بتاعها في 3 سلتس طولية بالمنظر ده ثلاث خطوط يمين ثلاث خطوط شمال هنا الهايبوديرما بتبقى عام لكم شيب كده خطوط رايحة جاية رايحة جاية زي زي البازلز والفلاش فلاي او ساركوفيجا والفواشيا بتبقى عندها الفتحة دي كأنها هنا الترن الكده ومبتوحة على الاخر مش بري ترم بتاعها او الفريم بتاعها مش كامل وبرعا ثري لونجتونال سلتس بالمنظر ده طيب انا هاجئ علي البيشنط ده من الميازس بداية اللي هو كوتينيوس هبدأ اعمل ريموفال باي فورسيبس افتر ابليكيشن لفازلين علشان ابدأ اخنق البوستيريور سبايركل اللي بيدخل النفس للارفة دي فهي بتبقى عامل بروترودين ببوستيريور سبايركل من وره فحط فازلين او او اويل يقفل ويمسوفكيشن للحشرة دي وبعدين ابدأ اعمل ريموفال لها بالفورسيبس عشان تبقى ازلي ريموف ده ما تتحركش وتجري من اللي بيشيلها لو هو فيه ووند انا بقى من الديبرايدمنت بقى اصاص اطراف الجرح ونظفها كويس واعمل انتي سيبتك ميجورز في الانتستاينال بدي بيرج وانتي هلمنس درك لانه بتبقى كارينج كتير اه اكز وسيست بتاع البرازايتس وبرج علشان كأنه يعني ايه بنعمل غسيل الامعاء تنزل اللارفات اللي جوه دي للنوز هنبدأ نعمل ريموفل باي اندوسكوبي الاي ريموفل ونحط انتي انفلامات في دركز عشان ننقذ العين من السجير اريتيشن ده ولو هي في الباجينال او نيزل اوبنينج او الير نبدأ نعمل دوشيز بانتي سيبتك للأوروفسيز ديت علشان يدغسل الكنتنت ويطلع منه فيه معلومة ضريفة جدا انها ايام الحملة الفرنسية اكتشفوا ان بعض السولجرز اللي بيبقى الجروح بتاعتهم طبعا بيبقى مستشفات عسكرية في خيام والدنيا اصلا مفيش حاجين خالص فاكتشفوا ان بعض العساكر اللي الجروح بتاعتهم كان حصلها انفستيشن بميازس بحاجة اسمها بلو فلاي بدأوا يبقوا رابدلي ريكاورينج مقارنة باللي ما حصلوش انفكشن وميازس في الجرح بتاعه بدأوا يبحثوا ويدوروا على السبب دوت فاكتشفوا حاجة اسمها ان بعض بتنقل بكتيريا بيبقى ليها بيبقى ليها بيبقى ليها بتبدأ تطهر الجروح ديت وتقلل ان يحصل السكندري بكتيريا الانفكشن فبالوقت بدأوا انهم يبدأوا يعملوا هاربرينج البكتيريا ديت طلعت انها حاجة اسمها بروتيوس ميرابيلس بروتيوس ميرابيلس في الصلايفة بتاعت الفلايس ديت ديت قادرة انها تطلع انتي بايوتكس هين يأتي الاثر بكتيري فبالتالي تعمل انتي سيبتك وتبقى مظهرة في الجرح ده الماكوتس ديت بقت الابراتري بريد وبقدوا يستعملوها في معانجة الجروح وخصوصا الكرونيك اوستيوميلايتس اللي بيبقى بري سيفير وبيبقى بري رزيستانت لتريد تمام فانا دلوقتي بعض الفلايس ديت لو نقلت البكتيريا الحميدة ديت اللي هي زي البروتيوس هيبدأ يحصل السيكريشن الانتي بكتيريا الماترز اللي فيها وتقتلي بعض الهارب فالسكندري بكتيريا الامفكشن فدي جاست معلومة كده يعني فور فاند ليك وعشان لو سمعتوا فهمت ماكوت سيره بديت استغربوش وبالتوفيق يا رب ان شاء الله في محاضرة جديدة وفي المنهج كله بتاع الترسيكريشن مع الله سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة